بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزاً عظيماً جداً جداً من كنز السنة. حدثكم اللي امتابع معي حدثكم فاكرين للحديث العظيم اللي كنت قلت لحضراتكم اللي راه هو الإمام التنميذي وراه الإمام السيوطي وغيرهم من حديث عبدالله بن عباس لقي موسى عليه السلام جبريلاً فذكر له كذا وكذا من ثواب قراءة آية الكرسي فدع الله سبحانه وتعالى أن يضعفه عن هذا الثواب فلقي غبريل مرة سنة وقال له من قال في دبر أو من قال دبر كل صلاة اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض من كل شيء إن هو في علمك كائن أو من كان قد أقدم إليك بين ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر آية قال له فإن الليلة والنهار 24 ساعة ما من ساعة إلا يصعد لك فيها عمل يصعد فيها سبعون أو يكتب تكتب لك فيها ملائكة أو يصعد لك فيها سبعون ألف ألف حسنة حتى ينفق في الصور وتشتغل الملائكة حتى ينفق في الصور وتشتغل الملائكة يقول أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا سليمان كان يكتب في الرسالة بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دي مش بتاعتنا احنا وفي الأعديث الكتير لو قلتهته قبل كده أعديث بتاعة سلوة الإسراء أن سيدنا المرين كان بيقولها وغيره وغيره فيها آيات كتيرة من كتابنا كانت موجودة في كتب أهل الكتاب أو تعلمها الأنبياء اللي قبلنا الكتاب الله سبحانه وتعالى هو أعزم الكتب على الإطلاق وربنا سبحانه وتعالى مش ممكن ما يهديش سيدنا موسى أية الكرسي ويعلمها له بصرف النظر أنها في كتاب نحن فأنا بقولك كلام دا ليه؟ لأن الأخي الكريم سألني قال لي ما يفعش أقوله والله أحد الورد بتاعي يعني أقول الورد بتاعها وعدني أقول عدد خلقه ردة نفسي وزينة عشر وزينة كلماتي هتقول لا لأن ما لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه الله وبحمده عدد خلقه وردة نفسي وزينة عرش يمدد هذه كلماتي بتضاعف سبب سبحانه الله وبحمده أضعف كثير جدا أفضل من أن تقعد تسكر ربنا ساعة بحالها بس بتقال مع الزكر متفعش بتقال مع القرآن قولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يأكل له كفواً أحد وأرامساً مئة مرة بعدنا نقول عدد خلقه لا لم يلد هذا ودي فيها شبهة بدعة لكن ممكن يطبق الكلام دا قياساً على لماذا أقول لكم هذا؟ أولاً لأن سورة الإخلاص سورة الإخلاص سورة الإخلاص مئة مرة بعد كل صلاة ربنا بيوسع له السراط الذي هو أدق من الشعره أحد من السف عشان يعد عليه بسرعة البرق جبريل يطير بسرعة البرق وهو ماشي بسرعة البرق يبص في النار السراط يضرب ألمات من الجهنم لو شاف أي حد من الواحدين في النار بيشدوا وطلعوا ويشفعلوا ويدخلوا الجنة منزلة عظيمة جداً وطلقوا اللي بيقرأ كله واحد ألف مرة في اليوم كما يكتب له نصف عمل نصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه ناس بيقرأه مئة مرة بعد كل صنة فيه ناس بيقرأه مئتين مرة بعد كل صنة يعني بيقرأه ألف مرة وطلق قطرة حطتكم قبل كده في حديث اللي هو ابن ماجا وابنه السيوتي وغيره اللي بيقرأه بصفة الفتحة على وضوء على طهارة كطهارة الصلاة يعني يقرأه مئة مرة بيبناله بكل واحدة منها أصر وغيرتلك الى دلة على صحة هذا الحديث ف يبقى يبقى احنا هنقرأه على الأقل أول مئة مرة بعد كل صلاة أو نقرأه ألف مرة كل يوم وربما أكثر طيب طيب أنا عايز أضاف السواب يعمل ايه وكت قلت رح تتقارده أيضا اللي انت لو قلت قل والله أحد قلت قل والله أحد ثلاث مرات وقلت لا إله إلا الله هو واحدة لا نعبد إلا إياه ومخلصين أهود دين ثلاث مرات ربنا بيدينك في الجنة كما روي عن كعب الأحبار وغيره مئة ألف ألف غرفة من دور وياقوت يعني مئة مليون غرفة عشان كنت قلت رح أدركوا لما تعرفوا والله أحد قل بعددها نفس الزكر ده اللي ده فيه صورة الإخلاص فيها إخلاص التوحيد لله ولهذا ذكر فيه إخلاص التوحيد لله برضه ولكن الشيء يسكر أريدت قل والله أحد مئة مرة يبقى حتقول لا إله إلا الله واحدة لا نعبد إلا إياه ومخلصين أهود دين مئة مرة كل ده يبقى أنا عايز أضاعف السواب يبقى حقول الكلمات اللي اطرعتوا حدوكم دين وإن شاء الله سأعطوكم حديث ثاني بعد ما أقولها هقول إني أقدم إليك بين يدي كل طرفة ولمحة كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض من كل شيء إن هو في علمك كائن أنه كان قد أقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم بالدين أكمل الفتحة بقالنا رسولة الإخراس بالورد بتاعي سواء كان مئة مرة أو مئتين مرة وبعد كده بقى أقول لا إله إلا الله واحدة لا العبد إلا إياه ومخلصين أهود دين برضو بنفس العالم بنيت إن برضو العمل يستمر اليوم الإيامة ويترفع عليه طب إيه الدليل الدليل إن آية الكرسي آية وصورة الفتحة آية آية الكرسي سيدة آيات القرآن وصورة الفتحة سيدة آيات سيدة صور القرآن وسيدة صور كتاب الله بالكامل وصورة الفتحة بتاعدي القرآن كله وصورة الإخلاص علماء كتبوا فيها مش كتب كتبوا فيها مجلدات كتبوا في فضائلها مجلدات يبقى قياساً وهذا اكتهاد مني إن كنت أصبت فيه فبتوفيق من الله سبحانه إن كنت أخطأ فمن يومنا الشيطان لكن إن شاء الله أنا أحتسب هذا السواب العظيم وإذن الله إن هذا يقبله الله سبحانه وضعف به السواب عظيمة وفتوفيق الفتحة فضائلها عظيمة وقاية الكرسي فضائلها عظيمة يبقى ليه؟ ما نعملش إننا بنعمله فقاية الكرسي وده قرآن وده قرآن من إيه ده؟ وأنا واثق إن فيه حاجة زي دي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي هو التبعين أكتر من مليون حديث من من يحفظ؟ او مطالع على كل السنة؟ ما فيش حد أبد ولا حتى حد يقدر يطالع على نصها ولا ربعها فالسنة كبيرة جدا فحتى نصل إلى حديث في نفس هذا السواب نطبق هذا الكلام ليه يحتسب هذا الأجر العظيم فاللي حب يعمل الكلام دوت فأنا سكتب لكم الكلام دوت سكتب لكم الحديث وفيك كلمات اللي بتقال دبر آية الكرسي عشان زي ما بمحن نقولها قبل آية الكرسي ونقرأ بعد آية الكرسي نقولها وعند نقرأ الفتحة وعند نقرأ الويد بتاعنا بصورة الإخلاص فحاول أكتب لكم كلام ده في الوصف انساكوا هذا الكلام وتشوه رشو هذا العمي في ثوابنا عظيم أقولوا خاولي هذا وأستغفر الله اليوم